حضرة المشاركين أهلا بكم إلى الندوة السابعة عشر لكيكس إيماب أي معرفة يتم استخدامها في التعليم اسمي فيرونيكا موسولوفا أنا سوف أكون المساعدة التقنية اليوم لهذه الجلسة وقبل أن نبدأ هذه الندوة سوف أقدم لمحة عامة تقنية أولا نود أن نذكركم بأن الترجمة الفورية متاحة خلال هذا الحدث نحو اللغتين الإنجليزية والعربية المتحدثة تعيد التأكيد على توافر الترجمة الفورية في ليلة الاجتماع سيكون هناك ترجمة فورية باللغة العربية تجدر الإشارة إلى أن جميع المايكروفونات سوف تبقى على الصامت نطلب منكم أن تحتفظوا بالكاميرا كيد التشغيل إن أمكن لأتفاعل أكثر نحن نسجل هذا الحدث وستكون التسجيلات متاحة للجمهور أود أن نذكركم أيضا مرة جديدة بأن الترجمة الفورية متوافرة نحو العربية والروسية نطلب منكم إعادة تسمية أنفسكم في نافذة المشاركين النقر على اسمكم نطلب منكم كتابة اسمكم بالكامل بالإضافة إلى بلدكم والمنظمة التي تمثلونها نطلب منكم أيضا تعريف عن أنفسكم في صندوق الدردشة كتابة اسمكم منظمتكم وبلدكم وفي حال كانت عندكم أي مشاكل نطلب منكم العودة إلى صندوق الدردشة للإشارة إلى ذلك سوف تكون هناك عدة جلسات أسئلة وأجوبة خلال هذا الحدث نطلب منكم طرح كل الأسئلة في صندوق الدردشة يمكنكم قبل طرح السؤال أن تعرفوا عن أنفسكم وبعدها طرح السؤال ولا تقلقوا في حال لم نجيب مباشرة على السؤال نحن نجمع الأسئلة ونطرحها خلال فترة الأسئلة والأجوبة يمكنكم طرح السؤال بلغتكم المفضلة فهناك عدد من المترجمين سوف يحرصون على ترجمة أسئلتكم ندعوكم إلى متابعتنا عبر فيسبوك، يوتيوب، تويتر وعبر هاشتاغ كيكس إيماب وجي بي إي كيكس وبالإشارة إلى ذلك أود أن أدعو بروفيسور جيتا شتايدر حمسي وهي كبيرة المستشارين في معهد جونيف للدراسات لتعريف عن هذا الحدث جيتا الكلمة لكي شكرا جزيلا فيرونيكا إنه فعلا لشرف لي أن أرحب بكم باسمي كيكس إيماب باسمي إذن كيكس إيماب وهو المركز لتبادل المعرفة والابتكار في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ غيرنا الاسم للتو ووسعنا ونوراج شبكة نوراج كما تعرفون كيكس إيماب هي موجودة في نوراج ونوراج مبادرة أطلقتها الشراكة العالمية من أجل التعليم وندرسي ومنذ البداية نوراج وكيكس لهم مهمة مشتركة وهي إنتاج وتعزيز وأيضا نشر المعرفة في بلدان الجنوب نحن جمعنا الكوانا لتنظيم هذه الأحداث وغيرها وأود أن أرحب اليوم بالدكتور موارا فول وهي من مؤسسي المبادرة الجنوب أيضا يعرف أنا أكيد بأنها سوف تتحدث عن هذه المبادرة وسوف تحديثكم أيضا عن نوراج فهي المديرة التنفيذية لشبكة نوراج ونوراج تضم أكثر من 600 عضو على المستوى العالمي وموارا هي أيضا محاضرة في معهد دراسات العليا في جنيف ويسرنا ويشرفنا أن تكون موجودة معنا للتحدث الكلمة لك وربما قبل أن نتحدث من الضروري أن نعطيكم لمحة عامة لكي تعرفوا ما هو جدوى الأعمالنا اليوم إذن البرنامج شيق جدا معنا عدد من الخبراء الذين سوف يتحدثوا عن هذا الموضوع لذلك بعد عرض موارا سوف يكون هناك جلسة أسئلة وأجوبة أطلب منكم طرح جميع الأسئلة في صندوق الدردشة وبعدها طاولة مستديرة تديرها بروفيسور راشا شرف وتضم عدد من المتحدثين سوف تعرف عنهم راشا بعدها جلسة أسئلة وأجوبة وبعدها ننهي ينهي سيد خسلويس كانييلس مدير كيكس إيماب الجلسة إذن آمل أنني لم أنسى شيء وأعطي الكلمة إلى موارا شكرا جزيلا جيتا على هذا التعريف شكرا جيتا وخسلويس على هذه الدعوة لكي أتحدث خلال هذا النشاط لكيكس نحن فخرون إلى حد كبير بأنشطة كيكس وبالمركز الذي نصط ضيفه والذي يغطي أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ ويسرنا أن نتعاون مع بعضنا البعض خلال هذا النشاط الذي يشدد على مبادئ ما نقوم به لماذا نقوم بما نقوم به وكيف وعلى أي أساس إذن إذن كما ترون في نوراغ نحن نعمل أساسا على المعرفة وعلى مساحة المعرفة غير الممثلة بشكل جيد وفي كل مرة نتحدث عن السياسات وتبادل المعلومات نشير إلى ذلك لكي نسمح لفعاليات وأصحاب المصلحة الخبراء الباحثون وغيرهم من أن يصلوا إلى المعرفة التي هم بحاجة إليها ويعرفوا فعلا ما هم بحاجة إليه لكي يتمكنوا من العمل على أساس الأدلة والمبادئ بشكل مستنير لأنه كما في نوراغ وكيكس وبالتعاون مع أعضاء شبكتنا نركز على أن المعرفة من الجنوب نركز كثيرا على هذه المعرفة من بلدان الجنوب إذن هذا السؤال المتعلق بالإنصاف في مجال المعرفة قد تكون هذه المسألة مسألة كبيرة جدا لجهة مصطلحاتها لكن الأساس هو التأكد من أننا فعلا نعزز خبرات الجنوب عندنا هاشتاغ الجنوب أيضا يعرف الذي يسلط الضوء على أهمية النقاش الذي نقيمه اليوم الشريحة التالية لأن التحدي وهذا تحدي تم تحديده من خلال الدراسة قمنا بها ليونسكو أطلقتها سيدة جيتا خمسي حيث كانت هناك فجوتين على مستوى الفيدباك أولا على مستوى إنتاج الأبحاث والأدلة وثانيا عدم استخدامها وأيضا من الفجوات التي ركزنا كثيرا عليها إذن حصدت على اهتمام كبير جدا يقول عدد كبير من الناس علينا بأن نستخدم الأدلة بشكل أفضل خاصة عندما نفكر في السياسات بشكل عملي على مستوى الممارسة والفجوة الثانية كان لنا أن نعود قليلا فيرونيكا متعلقة بين هذه الفجوة بين كم كبير على المستوى العالمي من الأبحاث والأدلة التي لا تستجيب دائما إلى السياق المحلي إلى المشاكل المحلية التي يعاني منها الأفراد في مناطقهم وبلدانهم وبحال من المهم جدا إذن أن نركز على الجانب السفلي لهذه المسألة والتركيز على الوضع المحلي والحلول المحلية والجوانب المحلية الواجب أن يتم التسليط الضوء عليها وفهمها الشريحة التالية وبالتالي هنا أمامكم صورة مختصرة عن التحدي ما هو التحدي؟ في حال عدنا إلى المنشورات نحن كمنا بدراسات متعلقة بالكتب التي سوف تصدر العام المقبل وترون هنا ترتيب البلدان التي تنشر كتب متعلقة ومنشورات متعلقة بالأدلة في التربية وترون هنا الترتيب وما هي البلدان التي تصدر الترتيب وعلى مستوى أيضا اللغات وترداد اللغات نرى هنا أيضا زيادة في التمثيل للغة الإنجليزية علما بأن الأرقام تنخفض قليلا لكن كما ترون أيضا فإن اللغات الاستعمارية هي التي تبقى أيضا الأولى إذن هذا يقودنا إلى سؤال مهم جدا كياتري تشافرد كروفي طرحته وهو هل باستطاعة الأطراف السنوية أو التابعة أن تتحدث كانت في جنيف الأسبوع الماضي وكان لشرف لقائها والإجابة على هذا السؤال كان الشريحة التالية نعم هم يتحدثون وهم يصرخون من خلال أعمالهم لكن دون استجابات ودون تمثيل ودون خطاب مهيم إذن هم يصرخون لكن لا يسمعون لسوء الحظ إذن كيف نسمعهم نسمعهم من خلال الإصغاء إليهم وهذا هو أساس مبادرة الإنصاف في التعليم وهذا هو أيضا جوهر مبادرة الجنوب أيضا يعرف أي الإشارة إلى أننا أيضا نعرف إلى أن هناك خبرات في الجنوب ومن يقول العكس هو على خطأ وما باستطاعتنا القيام به على مستوى مشاريعنا على مستوى مؤسساتنا لكي ندعم فعلا هؤلاء الأفراد فيصغى إليهم إذن هذا هو الهدف من مبادرتنا وما نقوم به أيضا في عملنا الشريحة التالية إذن مبادرة الجنوب أيضا يعرف تستند إلى هذا المبدأ وهو بأن التعاون على مستوى الأبحاث وأي تعاون آخر بين الجنوب والشمال تعيقه علاقات غير متكافئة وذلك يرقى إلى عوامل تاريخية لا تزال موجودة حتى يومنا هذا وفيما يتعلق بالأبحاث بصورة خاصة نعرف بأن العلماء من الجنوب غير ممثلين بالشكل الجيد وذلك أيضا على مستوى على مستوى تسليط الضوء عليهم في النقاشات وفي المقالات إذن لا نرى أن هناك أي تمثيل فعال للعلماء من الجنوب وفي الجنوب بحد ذلك هناك إنتاج لأبحاث على المستوى المحلي وهي تتكيف مع السياق لكن يتم التغاضي عنها لصالح أدلة تنتجها بلدان ذات الدخل مرتفع في الشمال إذن ما الذي نريد أن نغيره على هذا المستوى أولا النظر إلى المقاعد حول الطاولة إذن من موجود على الطاولة عندما يكون هناك نقاش حول السياسات أو الحديث عن قواعد البيانات التي تستخدم لإنتاج وثائق السياسات وتقديم التوصيات على مستوى الممارسات إذن السؤال هل الجنوب ممثل هنا ومثلا هل الباحثين الممارسين الخبراء من باكستان هل هم فعلا ممثلون على الطاولة ونذهب أيضا أبعد من التمثيل لكي نتحدث عن مختلف أنواع الخبرات التي تقدم على الطاولة إذن الأساس هو أن لا يكون فقط هناك شخص من باكستان أو تكافؤ في التمثيل الجندري بل أيضا من المهم جدا أن نشير إلى ما يقدمه هؤلاء نحن لا نعتبر بأنه في حال كان الشخص من باكستان إذن لا أعرف لماذا أنا أستمر في استخدام مثال باكستان أي هو مخول أو عنده الخبرات إذن دائما علينا أن نفكر في الخبرات التي تقدم على الطاولة وأيضا بأن نسلط الضوء بأن نؤتي بهذه الخبرات غير الممثلة على الطاولة بأن تكون على الطاولة خبراء في مجال الشؤون المالية والشؤون الإنسانية وغيرها إذن أن تكون هناك عملية لكي تصبح القرارات مستنيرة بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن إعادة استحداث الطاولة إذن لا نتحدث فقط عن الأفراد تقسيمهم على الطاولة بل نتحدث بشكل أساسي عن من هم الأفراد الممثلين المبادئ التي هي أساس هذه النقاشات هل هذه النقاشات تعقد في ظروف تسمح للجميع بالمشاركة ليس فقط أن تأتي إلى القاعة وأن لا تتحدث أن تكون غير راضي عن المجريات إذن ما الواجب القيام به لفعلا إنجاح ذلك ما هي نتائج النقاشات و لكي نعرف مثلا ما هي النتائج الأساسية التي يمكننا الاستناد إليها وأيضا ما هي المعرفة حول كيف تعمل هذه الطاولة ودعم الآخرين فعلا في عمل الملكية يتمكنوا هم أيضا من استحداث طاولاتهم المستديرة إذن كيكس والنوراق تعملان على الإنصاف في المعرفة أولا إحقاقا للعدالة حيث نقول بأن السبب هنا هو أن هناك تفوتات معاصرة وتاريخية من الواجب إيجاد حل لها ومن ضروري جدا أن نصل إلى هذه العدالة على مستوى المعرفة وثانيا قيمة المعرفة التي تقدم لأن المحتوى والدروس سوف تكون أكثر إفادة ومناسبة وذلك في الشمال والجنوب ولذلك كيكس إيماب وضعت برامج للتعليم بين الأنداد والتعلم من بين الأنداد حيث يعمل الأعضاء مع أفراد من ملدان مختلفة ربما عندهم الوظائف نفسها مهتمون في المواضيع نفسها لأننا نريد فعلا أن نكون منخرطين في هذا النقاش أيضا مع الشمال لكي نتمكن أيضا من نقل المعرفة إلى الشمال عوض النبكة دائما في موقع تلقف المعرفة والحصول على المعرفة نريد أن نصدر معرفة جيدة ومفيدة إلى الشمال أيضا وأيضا من خلال المثال فإن تمكننا من القيام بذلك سوف نشجع الآخرين على عدم القول بأن المهم صعب جدا ولا يمكننا القيام بها لا يمكننا إنجازها لأنه فعلا يمكن إنجازها ومن خلال العمل مع الخبراء يرى الآخرون الخبرات التي يقدمها هؤلاء وسوف أعطيكم مثال من سبتمبر الماضي حيث عقبنا كمة متعلقة بالتفاوتات على مستوى التعليم وخاصة على ضوء الذكاء الاصطناعي وقدوم الذكاء الاصطناعي قد يخيل لكم أن هذا الموضوع هو موضوع مرتبط بالشمال لكن عقدنا جلستي نقاش وكان هناك مؤمثلون عن بلدان ليست موجودة في أمريكا الشمالية وبلدان أوروبا ومجموعة أخرى إذن كانت مؤلفة فقط من النساء إذن ذلك يسلط الضوء على كيفية إيجاد الأفراد المناسبين لكي يقدموا الخبرة والتجربة المناسبة ونعمل معهم الشريحة التالية إليكم إذن دعوة للانضمام إلينا إلى حركتنا إلى عملنا إذن هنا ترون بعضا من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام هاشتاغ الجنوب أيضا يعرف يمكنكم أن تنسخوا الـ QR code وأن تنضموا إلينا وفي حال كنتم عضو يمكنكم أن تنكروا على أنا خبير من الجنوب وتنضموا إلى الحركة إذن ما هي بالفعل أولا هي الشبكة من الخبراء من الجنوب إذن الهدف هو أن تكون شبكة لكم تجدون عبرها أفراد يعملون على مواضيع مشابهة لمواضيعكم أو مواضيع مختلفة إذن هي أيضا قاعدة بيانات يمكن البحث عنها لأننا نريد للأفراد أن يتمكنوا أو أن لا يتذرعوا بالقول أنه يصعب علينا أن نجد أفراد عندهم خبرة في مجال التعليم مثلا في مصر يصعب فعلا أن نجد أفراد عندهم الخبرة التربوية مثلا في كازاخستان أو في فيجي من خلال قاعدة البيانات هذه ننزع هذه الزريعة بالكامل وأيضا هي حملة لمعالجة نقص التمثيل على مستوى العلماء والخبراء من الجنوب في النقاشات الدولية حول السياسات التربوية أنا أشرف على النهاية إذن فتجدونه عندما تنضم إلى الشبكة هناك أفراد مختلفين في هذه الدوائر الصغيرة وهنا من مناطق مختلفة ويمكنكم أن تروا كيف يتفاعلون مع بعضهم البعض داخل مناطقهم وخارجها وأيضا أن تجدوا مثلا أفراد مهتمون بالتعليم الشامل أو بالسياسات والممارسات أو يمكنكم أيضا اختيار الانضمام أو التواصل والتفاعل مع هؤلاء إذن دعوة أخيرة مرة جديدة هذا هو الـ QR Code يمكنكم أن تنضموا إلينا من خلاله يمكنكم أيضا أن تجدوا الرابط في أعلى الموقع الإلكتروني لنوراق والانضمام من خلال النقر على الخانة التي تشير إلى أنني خبير من الجنوب وبعدها تنضمون الجميع مدعو هذه دعوة مفتوحة لكي ينضم الجميع شكرا جزيلا موارا وهناك أعداد كبيرة من الأفراد الذين يريدون الانضمام إلى الشبكة لقد طلبنا من الأفراد كتابة أسئلتهم وتعليقاتهم في الصندوق الدردشة مسند فهيد وعذرا كنت سوف ألفز أسماءكم بشكل مختلف هي من كاراتشي إذن السؤال مرتبط بالربط بين اللغة لغة التعليم والتعليم وأيضا على المستوى الدولي أين هي مساحة الأردو إذن هل لك أن تعلق سعريعا على هذا الموضوع نعم إذن في النقاشات حول السياسات العالمية هناك دائما تمثيل للغات الأولم المتحدة بالإضافة إلى البرتغالية وذلك بسبب المصالح التاريخية وهذه اللغات لا تزال قوية لأنها مرتبطة بحقبة الاستعمار وبالتالي حتى لو كنت هناك افتراض بأنه حتى لو تتحدث الأردو تتحدث أيضا الإنجليزية أو أيضا الفرنسية في حال كنت من بلد أفريقي إذن المشكلة هي بأن هذه اللغات لم تؤخص بعد على محمل الجد بما فيه الكفاية ونحن في وما قاله برنامج كيكس هو أنه من المهم جدا أن تكون دائما الترجمة الفورية متاحة لكي نتمكن فعلا من إيصال الرسالة والقيام بكل ما علينا القيام به على مستوى اللغات شكرا للمترجمين لوجودهم اليوم لكن علينا أن نكون صارحين فهذا مكلف إلى حد كبير لكن لسوء الحظ لا يمكننا أن نؤمن كل اللغات التي نريدها ولذلك نحن بحاجة إلى حلول منهجية حلول ضرورية لكي نتمكن فعلا من أن نشير للممولين أننا بحاجة إلى تأمين الترجمة للغات أخرى لكي يتمكن المشاركون من المشاركة بشكل فعال أكبر ولكن لسوء الحظ لا يفهم جميع الممولون ذلك ولذلك علينا بأن نحاول أن نغير هذه المنظومة المرتبطة باللغات إذن هذا هو التحدي مستمر يواجهنا عندنا أيضا سؤال آخر من سيدر كوليج أيضا في باكستان إذن طرح أيضا سؤال من قبل هل باستطاعة الجنوب أن يخلق شبكة تعاون للأبحاث كبيرة جدا ورشي وفريقنا قدم الإجابة لجهة الشبكة وأنا جزء من شبكة الجنوب أيضا يعرف وهناك سؤال آخر ما البلدان مثل باكستان حيث المعرفة موجودة لكن لا يمكن تفعيلها كما نريد هل يمكن تفريق استخدام أو جمع المعرفة الارتقاء بالمعرفة ونشرها واستخدامها إذن الإجابة الأولى قد تكون أنت على حق ال واقع المحتوى يحد من الفرص بشكل كبير جدا على المستوى الجسدي المشاعري العقلي وغيرها أي إمكانية الوصول إلى المعرفة أو إنتاج المعرفة وأخذ ذلك على محمل الجد إذن أنواع المعرفة التي تأخذ على محمل الجد في هذه النقاشة سواء كنا نتحدث عن السياسة المحلية الوطنية أو الدولية ما لا يمكننا أن نخفل عنه في الوقت نفسه هو أن التعليم عن المعرفة حول الحرمان من هذا المحتوى يسمح للأفراد بالمشاركة بشكل فعال جدا في حياتهم في السياسات التي سوف يكون لها أثر على حياتهم والممارسات أيضا وبالتالي أنا أخذ هذه النقطة فعلا والمتعلقة بظروف المحتوى التي تحدها شروط وظروف عديدة نحن بحاجة إلى معرفة أن تكون تتماشى مع ظروف حياتهم لكي فعلا نحقق التغيير الواجب أن نحدثه شكرا جزيلا هناك نقاشات مستمرة والآن سننتقل إلى نقاشات الطاولة المستديرة سوف يكون هناك وقت آخر أيضا للأسئلة والإجابات اتمروا في طرح الأسئلة ووضع تعليقاتكم وسنتطرق إليها لاحقا والآن أعطي الكلمة إلى راشا شرف وهي جزء من فريقنا وهي التي سوف تدير هذه الطاولة المستديرة شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا على هذا العرض التقديمي الملهم وهذا يفتح المجال أمام نقاش الطاولة المستديرة بناء على المعلومات المقدمة في عرضك التقديمي من خلال التجارب في الحياة الفعلية والآن سوف نستمع من الخبراء في الجنوب ما هو المستحيل وما الذي يمكن فعله من خلال النقاش حول الطاولة المستديرة إضافة إلى التجارب الحياتية أولا أعرف عن المتحدثين في طاولة المستديرة أبدأ بسافرس نيوزوف وهو العميد المساعد للبرامج الأكاديمية لنعهد أونتاريو للدراسات حول التعليم وإي أس إي من جامعة تورنطو في كارندا وهو أيضا أستاذ مساعد في قسم الدراسات المنهجية وأيضا تطوير المعلمين والتعليم الدولي وهو يركز على البحث في التعليم في تجاكستان لأنه من تجاكستان وأيضا في منطقة أسيا خاصة فيما يتعلق بتدريب المعلمين أيضا راديكا بورو أيضا هي أستاذة مساعدة في مدرسة التعليم في جامعة ديكن وأبحاثها تتركز في التعليم والسياسات التعليمية وعلم الاجتماع فيما يتعلق بعلم القياس إضافة إلى دراسات البيانات وهي تهتم بالحياة الاجتماعية والسياسية للبيانات وكيفية تعبئة السياسات ودعم استقرارها كما أن أبحاثها تركز على التنمية والإصلاحات والمساعدات الدولية والعالمية وهي مديرة مختبر الدراسات التقويمية الدولية وهي أيضا عضو مؤسس في شبكة الدراسات الدولية وهي محررة في صحيفة جونال ديسكورس وأيضا معنا السيد ساجد علي قبل أن أعرف عنه هو المنصق الدولي لكيكس إمابا في باكستان وهو عميد سابق لمعهد الدراسات حول التعليم وأيضا هو لديه شهدات ماجستان في القيادة والسياسات من جامعة مناش وأيضا لديه شهدات ماجستار في علم الاجتماع من جامعة مراتي وأيضا هو لديه إذن الكثير من الجوائز وقد علم أيضا في جامعة هاندود في الكاراتي وهو الأمين العام لجمعية باكستان للتعليم وهو يركز على العالمة والتعليم والسياسة ومختلف الشبكات السياستية والتعليمية وأخيرا لدينا جانكو ويكا اليوم وهي تمثل الحكومات في طويلتنا اليوم وهي مديرة قسم السياسات في وزارة التعليم والشباب ورياضة في كامبوديا وقد حصلت على شهادة من جامعة فلندود في أستراليا كدورها أو في دورها كمديرة وهي تدير الكثير من الأبحاث وتحول الأبحاث إلى سياسات تعليمية متينة وهذا يهمنا في نقاشنا في طاولة المستجيرة وقد قادت بشكل ناجح سياغة مختلف السياسات لتعزيز جودة التعليم في كامبوديا وهي منخلطة في تحويل الأنظمة التعليمية في كامبوديا وحاليا هي تقود مسار التنمية لاستراتيجية تعليم رقمي للمدارس لبناء التكنولوجيات المستقبلية التعليمية في كامبوديا ودعو أن أرحب بكم لهذه الطاولة المستجيرة ونبدأ الآن لدينا 35 دقيقة لذلك علينا أن نستخدم الوقت بشكل حكيم السؤال الأول للمتحدثين لماذا هل أن الإنصاف في المعرفة هو مهم وكيف يساهم ذلك في الإنصاف في مجال التعليم أبدأ بسافرس من فضلك أعطينا معلوماتك بهذا الشأن الكلمة لك شكرا جزيلا راشا على تقديمي أنا أنا كنت عميدا مساعدا ولكن الآن أنا فقط أستاذ مساعد الآن إذن بالانتقال إلى سؤالك شكرا جزيلا على تناولك الكلام في هذا المنطد شكرا مرأ أيضا لتمهيد الطريقة لنا أوتو الأمنية على ما قلت لما الإنصاف في مجال المعارف هو مهم في الواقع هو السؤال لديه جانبا أولا المغذى القيمة النوع والنفاذ إلى المعارف لطالما كانت المعرفة أو المعارف تعد على أنها سلع تلفية ومهمة جدا لدينا الكثير من الأمثلة من السلسطة جنوب آسيا حيث أن ما لديه معرفة هو دوما في مكانة أعلى بما ليس لديه معرفة إذن السؤال هو ما نوع المعرفة ومن عليه أن يتمتع بالمعرفة ومن لديه نفاذ إلى المعرفة الأهم هو أن المعرفة أصبحت أكثر أهمية بينما تقدمنا في القرون لأننا حاليا نعيش فيما نسميه بمجتمع المعرفة أو ابتصاد المعرفة حيث أن هو أمر أساسي للتقدم والتنمية ولجودة ونوعية الحياة ولنجاح مختلف المجتمعات على كل المستويات وخاصة لكرامة المجتمعات إذن كيف يرتبط ذلك بالتعليم في الواقع هذا يرتبط بالتعليم بمعنى أن التعليم يمثل مؤسسة حيث أنه يتم فلترة هذه المعرفة وهذه المعرفة في الواقع يقرر فيها أي نوع من المعرفة يجب نقلها من ينفذ إلى المعرفة ما مقدار المعرفة ما وجهة النظر التي على الأشخاص أن يتحلوا بها للحصول على هذه المعرفة وبهذه الطريقة فإن المدارس لطالما كانت أماكن لإعادة إنتاج انعدام المساوات بفعل نوع معين من المعرف التي تعطى للأشخاص وأيضا يعتمد الأمر على نوع المدارس بينما نتحدث اليوم فإن انتشار الخصخصة وانتشار مختلف أنواع المدارس قد أدى إلى أنواع مختلفة من المدارس المقدمة لمختلف أنواع الأفراد وبهذه الطريقة نحن نخلق نعدام إنصاف ومساوات على مستوى مختلف اللغات وعلى مستوى مخلف الطبقات وعلى مستوى مختلف الأوساط الحضرية والريفية والجندرية وعلى مستوى مختلف الأبعاد في المجتمع حول من لديه نفاذ ومن ليس لديه نفاذ إلى التعليم فإذن أيضا لدينا مسألة العدالة لأنه حتى الآن وعلى الأقل للأعوام المئة والمئة وخمسين الأخيرة فأن المعارف التي انتشرت في المدارس التي تركزت بشكل خاص على القرون الأوروبية ومع تهميش لبقي الحضرات وإنما باختصار هي أنه ما من عدالة بدون المعرفة الإنصافية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سفرز قد احترمت الوقت ولن أنتقل إلى ردك ما رد فعلك على ذلك ردك من فضلك هو موضوع كبير للغاية يعصرني أنا سفرز قد مهد الطريق لهذا الموضوع وتطرق إلى الكثير من المسائل وهذا يترك لي مهمة سهلة أود أن أبدأ بإحداث مقارنة معينة وأقول أنه عندما نرى كيف أن الغابات تدمر بألاف الهكترات وكيف أن الكثير من الفصائل تلغى في هذا المسار وتنقرد وكيف أن الحيوانات والنباتات واختفاؤها يمكن أن تؤدي إلى السرطان والأمراض القاتلة فإذن خسارة التنوع الأحيائي وخسارة هذه الغابات هي خسارات كبرى للغاية وهي تضرب العالم بشكل قاسي جدا ويمكننا أن نفكر هنا بخسارة السكان الأصليين ومعرفة بهذا الشأن بطريقة عينها نرى الدمار وتهميش وقمع بعض طرق المعرفة وهذا يعني أننا نخسر النفاذ إلى الآل بإمكانها أن تخرجنا من هذه الدهليز التي أصبحنا فيها لذلك أود أن أغير النقاش بدون أن نرى هذا الإنصاف المعارفي على أنه مجرد مسألة تتعلق بالنظر إلى الأمور فقط من حيث السكان الأصليين والمجتمعات المهمشة والجنوب العالمي أعتقد أعتقد أنها خسارة للعالم أجمع ونحن نتحدث هنا عن سبب براغماتيكي وعملي للغاية لا نتحدث فقط عن دعم الجنوب ككل بل نعتمد هنا منظار براغماتيكيا وعلينا أن نستعيد أشكالا أخرى من المعرفة لأنني أعتقد أن هيمنت طرق الغرب في المعرفة قد جعلتنا عليقين في دهليز معينة نحن نعرف ما يحدث مع المناخ نعرف أن الحشرات قد تراجعت للغاية وهذا سوف يؤثر علينا عن مقارب ولكن يبدو أننا لا يمكننا أن نبدع ونبتكر خسرنا قدرتنا على الابتكار ولهذا السبب أعتقد أننا بحاجة إلى الإنصاف في المجال المعرفي نحن بحاجة إلى كل هذه المعارف هذه مسألة أساسية لنبقى على قيد الحياة الجزء الثاني من السؤال هل أن الإنصاف في المعارف يساهم في الإنصاف في التعليم سوف أتحدث بعض الشيء عن المعادلة الحالية التي تحكم التعليم من خلال الكثير من الإحصائيات والأرقام والحلول التكنولوجية المشكلة بالنسبة إلى التعليم والحلول في التعليم كلها تعود إلى معايير محددة حول العالم وبطريقة أو بأخرى بعض هذه المعايير قد نجح لأن التسجيل في المدارس قد ارتفع وأيضا التكافؤ بين الجلسين ارتفع وأيضا أصبح هناك معدلات عالية من التحصيل المدرسي وكل هذه المسائل لا تقيم ولكن هناك أوجه عن عدم الإنصاف أيضا تحدثت عنها سيدة في افتتاحها لهذه الجلسة إذن مؤخرا كنت أقوم ببعض الأعمال مع الزملاء وقد نظرنا في كيف أنه في مسار هدف تنمية المستدامة والمسار UI للحصول على معايير ومؤشرات رأينا كيف أن وجهات النظر أو كيف أن جمع مختلف وجهات النظر عانت أنه علينا أن نجمع وجهات النظر من حول العالم ولكن وجهات النظر هذه لم تكن فعلا متنوعة إذن ما زلنا نتحدث عن معارف نوعا ما غير معاممة كما يجب شكرا جزيلا رديك أحببت فعلا المقارنة التي قمت بها ننتقل إلى كلك من وجهة نظر الحكومة هل برأيك أن الإنصاف في المعارف سوف يساهم في الإنصاف في التعليم شكرا على دعوتي لهذه الجلسة أنا أقدر فعلا هذه الدعوة بالنسبة إلي الأستاذ والأستاذة قد أعطي إجابة مهمة جدا حول أهمية الإنصاف في المعارف وأعتقد أنكم متوافقون جميعا على أن الإنصاف في المعارف هو مهم ولكن أود أن أركز على بعض الأفكار من كمبوديا لأننا كمنطقة من أخرتين فعلا في كل وجهة نظر هذه في الواقع الإنصاف في كمبوديا يقضي بأن الكل بغض نظر عن خلفياته وحالاته الاجتماعية والاقتصادية ومكانه الجغرافي يجب أن يكون لديه نفات إلى جودة التعليم وهذا مهم للغاية وهذا مذكور أيضا في سياستنا التعليمية التي تقضي بتقديم الجودة في التعليم وتعليم مدى الحياة لمختلف طلابنا ولكن في كمبوديا كما تعرفون نحن نواجه نقصا في الموارد الاقتصادية وفقرا وضعفا في البناء التحتية وهذا يساهم في التفاوضات التعليمية لذلك نحن بحاجة إلى أن نعزز الإنصاف المعارفي لكي نتمكن من الإسهام في الإنصاف التعليمية نركز على بعض المجالات التي يعد فيها الإنصاف المعارفي مهما أولا الأبحاث وصنع السياسات في الواقع حاليا في كمبوديا نحن نعزز هذه الأبحاث وصنع السياسات مثلا في القسم الذي أعمل به نحن نقوم بالكثير من الأبحاث قبل أن نحولها إلى سياسات لأن الأبحاث بإمكانها أيضا أن تساعدنا على أن نفهم مختلف الأسباب الجذرية والكامنة ويمكنها أن تساعد في صنع السياسات وفي قسمي نحن نطور أو نطبق أبحاثا حول تفاوتات التعليم بين الذكور والإناث نحاول أن نفهم ما هي الأسباب الكامنة وراء التفاوتات بين الصبيان والفضايات في التعليم وهذا يساعدنا في أن نحدد الاستراتيجيات والطرق التي تمكننا من أن نحسن محصلات التعليم للذكور بشكلنا خاص و نحن نستخدم أيضا السياسات التعليمية الشاملة حيث أننا نلجأ إلى هذه السياسات بشكلنا فاعل ونبني على مختلف التجارب التعليمية والخلفيات المختلفة في التعليم لكي نتمكن من أن نعزز جودة التعليم ويمكن للإنصاف المعرفي أن يحدث أيضاً على المستوى المالي إذن الإنصاف المعرفي يمكن أن يتأتى من مختلف المصادر مختلف إذن المصادر فإذن من المصدر المالي علينا أيضاً أن نستقي الإنصاف المعارفي ويجب أن يكون هناك توزيع عادل الموارد إذن لذلك في كامبوديا حاولنا أن نخلق معايير محددة للمدارس حتى نتمكن من أن نقدم الموارد لها وحاولنا أن نوزع الموارد بشكل متساوى على المدارس إذن هذه بعض أوجه أهمية الإنصاف المعارفي للمساهمة في الإنصاف التعليمي في كامبوديا شكراً جزيلاً أرى فعلاً كيف أنك أعطيت أمثلة مهمة جداً من النظام التعليمي في كامبوديا كيف أن الإنسان في المعارف يمكن أن يساهم في الإنصاف التعليمي ننتقل إلى السؤال التالي نظراً إلى المدخلات الجيدة التي أعطيتمها والسؤال الثاني هو ما هي أوجه نعدام المستوات والإنصاف في المعارف من جانب الأبحاث والسياسات ووجهات النظر أبدأ بساجد لأنني قرأت مقالتك حول في يونسكو جيم بلوغ وهي حول الفتيات في المناطق الريفية إذن ساجد تفضل شكراً جزيلاً أعتقد أن النقاش كان فعلاً غنياً والأفكار التي تشطرها زملائيا مهمة جداً هناك علاقة وثيقة بين المعارف والتعليم إذن ما هي أوجه نعدام المستوات والإنصاف في المعارف هنا علينا أن نتقل إلى مسألة السلطة وكنت أقرأ مثلاً فكرة مايكل أبلز حول المعارف الرسمية ويمكننا أن نوسعها لكي تطال المعارف الرسمية العالمية وهذا لديه أثر أيضاً على المعارف المحلية وهذا يتسبب بنعدام الإنصاف في أوجه المعرفة إذن أنا مثلاً نظرت في مختلف مخططات القطاعات التعليمية في مختلف المحافظات في باكستان وقد لحظت أنه في كل هذه المقاطعات الأربعة كان هناك إقرار لأهمية مؤسساتك البنك الدولي واليونسكو والجي بي واليونسوف واليوس ايد إذن في كل هذه المقاطعات الأربعة رأينا أن مخططات القطاع التعليمي في باكستان يبدو أن خططان قد تطويرهما بدعم مالي من الهبة من جي بي إي وأن هذه الهبات جعلت خبرات لناسكو ويونسوف متاحة للحكومة في المقاطعة وهنا وأنا كنت قد شاركت في بعض عمليات التشاور في الوصول إلى المخططات التعليمية في قطاع التعليمي في الواقع ما الذي حدث لهذه المخططات؟ في الواقع كان هناك مستشارون وهؤلاء المستشارين يتفوضون بشأن المعارف العالمية والمحلية وأحياناً يأتي دورهم لفرد العالمي على ما هو محلي ولكن بعض المستشارين يصبحون أيضاً سماسرة ما بين المعرفة العالمية والمعرفة المحلية إذن أوجه عدم الإنصاف في المعرفة تتعلق بالسلطة والسلطة هنا تعتمد على أمور سلاسة لاحظتها الأمر الأول هو الثغرة في القدرات لدى الحكومة الوطنية يعني على مرء الأعوام مع نمو الوكالات الدولية والمستشارين فإن الحكومات الوطنية والبريقراطيين والخبراء ضمن وزارة التعليم لم يعد لديهم قدرة على التعامل مع المسائل وصياغة المشاكل وهذه المسائل فعلاً توضحت أكثر فأكثر الثغرة الثانية هي الثغرة المالية أعتقد أن الزملاء قد تحدثوا عنها أيضاً في الواقع المعرفة تتطلب تكاليف عالية لجمع المعلومات وغيرها والحكومات الوطنية لديها حيز مالي صغير جداً والتعليم لديه حيز مالي صغير وهذا الحيز المالي يخصص لبعض المسائل الطريقة الأخرى مثلاً في باكستان الفيضانات قد مسحت الكثير من المدارس لذلك فأن الموارد تحول إلى الفيضانات بدلاً من أن تخصص للمعرفة والأمر الأخير والأهم هو مراقبة الخطاب لأن عدم المساواة في المعارف يحدث بفعل الخطاب الذي تفرضه الوكالات التنمية يعني مثلاً يجب مراجعة المعرفة ويجب أن يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي وغوغل وفيتك الاصطناعي وكل هذه المسائل تستحدث وتخلق نظاماً معيناً يتمحور حوله أو تتمحور حوله المعارف إذن المعرفة تتكون بحسب ما هو مقبول في كل هذه المتديئات وهذا يؤدي إلى الكثير من أوجه عدم التوازن في المعارف شكراً جزيلاً ساجد ننتقل إلى كوليكا ماذا عن بعض الأمثلة حول أوجه عدم المساواة الموجودة في المعارف شكراً أود أن أركز على أوجه ثلاثة من عدم المساواة أولاً إديولوجيات وتدفق إديولوجيات وممارسات معينة وهذا يشابه ما حدث في باكستان لأنكم كما تعرفون بعد الحرب الأهلية في التسعينيات بدأنا نحصل على مساعدات من شركاء التنمية وعادة ما يأتي هؤلاء بأفكارهم وإديولوجياتهم لذلك نرى خطابات مهيمة في كامبوديا حول المسائلة والتقويم والأعمال القائمة على الأداء الجندرة نوع الاجتماعي إذن هذه جميعها خطابات مهيمة من الوكالات العالمية والشركاء التنمية العالميين الذين يأتون بإديولوجياتهم وأيضا البنك الدولي هو المناطمة المهيمة لأنها تقدم التمويل حيث أن البنك الدولي هو الذي يعطينا القرض ويقترح إصلاحات في التعليم وإدارة قائمة على المدارس وهذه الإدارة ليست فعلا عملية جدا في كامبوديا ولكن بما أن البنك الدولي يقدم لنا المال فعلينا أن نقبل ما يمليه علينا وعلينا أن ندخل سياساته في أجندة سياساتنا إذن هذا يجعلنا نعيد التفكير بالتعليم هل التعليم هو لشركاء التنمية للبنك الدولي أم لمن؟ وأيضا فيما يتعلق بالأبحاث الداخلية عادة الأبحاث تركز فقط على تطبيق وتنفيذ السياسات وأثر تنفيذ السياسات وليس فعليا على النظر الحسي في أهداف التعليم والأغراض من التعليم لذلك هذه مسائل علينا أن نعيد التفكير فيها علينا أن نفكر في نهج القيام بالأبحاث في كامبوديا أيضا وأيضا أوجه عدم المساواة تعود إلى الحواجز اللغوية والثقافية وهذا يفاكم عدم المساواة المعرفية في كامبوديا كما ترون وكما سمعنا في العرض التقديمي الأول الأمر يتعلق بالأبحاث سواء كان ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية أو من كندا إذن الأبحاث تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا وليس من الجنوب وبالنسبة إلى كامبوديا وبالنسبة إلى صناع السياسات والأبحاث من الصعب عليهم أن يفهموا فعلا الأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية وليس باللغات الأخرى وكما أن الأبحاث في كامبوديا أو الباحثون في كامبوديا يكتبون الأبحاث باللغة الإنجليزية وليس بلغتنا لأنه من السهل أكثر الكتابة في الإنجليزية بدلا من اللغة الكامبوديا من الأسهل الكتابة الإطار والمفاهيم وإذا ما ترجمناها إلى اللغة الكامبوديا فتصبح الأمور أكثر تعقيدا إذن فإن حتى المفكرين الكامبوديين يقومون بالنشر باللغة الإنجليزية وهناك مسألة أخرى وهي أن الباحثين الكاموديين يكتبون المقالات وعندما يكتبون المقالات ربما أحيانا لا يتم قراءة مقالاتين في حين أن المقالة نفسها التي يكتبها خبراء غربيون تقرأ فإذن هناك تفوتات معينة وهذه مسائل علينا أن نعمل عليها بفعالية نحن بحاجة أيضا أن نفكر بمختلف الفروقات الثقافية وأيضا مختلف العوامل وهذا أمر لا يأخذ بعين الاعتبار في الأبحاث وفي سياقة السياسات وفي تنفيذها لذلك عندما أتى الوزير بدأ بتعبئة وحشد الأبحاث المحلية لمساعدتنا ولذلك الآن نحن نحاول أن نبتكر أمورا أكثر محلية ونخرق مدارس حديثة وهذا ما حاولنا أن نتعلمه من الأجندة العالمية ونطبقه على سياقنا المحلي لأننا الآن بدأنا بأن نعمل مع الباحثين المحليين والخصصيين التعليميين المحليين لذلك أصبح بإمكاننا أن نطور هذه السياسات ولكن سابقا كان هناك خطة استراتيجية تعليمية وبعض السياسات الأساسية التي كان يطورها فقط المساشرون الغربيون والنقطة الأخيرة تتعلق بالموارد والتمويل للأبحاث في الواقع في كمبوديا فأن التمويلات للأبحاث هي قليلة جدا بالمقارنة مع البلدان المجاورة مثلا ولذلك فأن الأبحاث أو الباحثون في كمبوديا لا يريدون القيامة بالأبحاث لأن التمويلات هي قليلة جدا حتى في قسمي نحن نقوم بالبحث ولكن الأموال المخصصة للبحث هي قليلة جدا ولكن بما أن لدينا شغف بالبحث ونود فعلا أن نمكن الباحثين المحليين فنحن نريد أن نعزز هذه الثقافة في كمبوديا لذلك فأن قسمي يقوم بالأبحاث ولكن بدون أي مقابل هو عمل تطوعي نوعا ما وأودت أن أتشاطر بعض الخبرات معكم ولكن الوضع تحسن بعض الشيء وقد بدأ القاضي عندنا يفهمون أهمية الباحث لذلك في قسمنا نحن نعطي أهمية كبيرة للأبحاث وسوف نحاول أن نصبح منخرطين أكثر فأكثر وأن نكتسب المعارف أكثر فأكثر شكرا جزيلا شكرا جزيلا تحدثت عن نقطة مهمة جدا وهي الانحياذ وفي حال كان صانعي القرار يعتبرون بأن المعرفة كانوا يعتبرون أن المعرفة أساس نعم أم لا أعطي الكلمة الآن لسلفرس الإجابة على السؤال نفسه تفضل شكرا جزيلا بناء على مقيلة حتى الآن هناك عدد من الأبعاد والنقاط المتعلقة بالإنصاف وما هو الإنصاف؟ الإنصاف في المعرفة موجود على مستوى الجانب العلمي لهذه العبارة أي من يتمتع بهذه المعرفة؟ لمن تعطى هذه المعرفة؟ الغرب يعطيه أكثر أكثر للحلفاء من غير الحلفاء ثانيا على المستوى المحلي عندنا عدد مختلف أو أنواع مختلفة من التدريس أنا في بلدي وعلى الرغم من محاولات أصحاب المصلحة ما من تمييز بين أنواع المدارس المختلفة المدارس الخاصة المدارس غير الخاصة المدارس في المدينة المدارس في المناطق الريفية وبالتالي كل ذلك يخلق ما ذكرته سلسلة من المشاكل المتعلقة بالإنصاف وفي ما يتعلق بإمكانية الوصول والنوعية إضافة إلى أنواع المعرفة والإنصاف وكما ذكرت أيضا هناك سؤال مرتبط بحصرية المعرفة فمن جهة عندنا معرفة أوروبية يمكننا أن ندرسها ويمكن بستطاعة العالم كله أن يطبقها لكن ردا على فترة ما بعد الاستعمار هناك أيضا تعزيز للنزعة المحلية وأنا أتحدث هنا على المستوى الدولي فهناك عدد من المعارف ومن المعلومات التي تصبح حصرية وبالتالي إشكالية وهذا يخلق مستوى آخر من عدم الإنصاف ولذلك أنا طلبت أن نتحدث عن فكرة ديسنتس المتعلقة بمختلف أنواع المعرفة الأنواع التي يمكن الاستناد إليها الحصرية وغيرها وأن نخلق مساحة حرة لكي نتحدث عن هذا الموضوع ووضع معايير لتقييمها النقطة الأخيرة في هذا الإطار بعض الأسئلة مرتبطة بإمكانية الوصول إلى أنترنت وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها التعليم الرسمي وغير الرسمي يحصل الآن من خلال هذه القنوات ومرة جديدة بسبب السعر بالإضافة إلى التركيبة الاقتصادية فإن إمكانية الوصول إلى أنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وكل مصادر المعلومات أصبحت قيدة السيطرة ما يحدث تفاوتات جديدة هذا يقودنا إلى الحلول والستراتيجيات ما هي الحلول والستراتيجيات التي تطارحها هذا هو السؤال الثالث وهل تبدأين معي نعم نعم أعطيك الكلمة يمكنني أن أتحدث قليلا عن تجربتي في وسط آسيا علينا أن لا نقوم بأمرين علينا أن نقوم بأمرين أولا التوعية هناك معلومات كثيرة مغلوطة فيما يتعلق بكل هذا الموضوع ولذلك علينا أن نحيط الأفراد علما المعرفة مرتبطة بالقوة المعرفة مرتبطة بعدم الإنصاف مرتبطة بمسيطر ومهيما عليه إذن هذه الأفكار ربما المبسطة هذه الفكرة المبسطة أي أن المعرفة دائما ما ستقولنا إلى أي إيجابي إلى السعادة إذن وعن أي معارفة نحن نتحدث عنها هذا أمر علينا فعلا أن نوعي بشأنه نحن نقوم بذلك من خلال منشوراتنا وأنا أقوم بذلك من خلال عدد من منشوراتي ومن العروض التي أقدمها أما ما تحدث عنه سجيد فيما يتعلق بتطوير القدرات وتنمية القدرات علينا أن نقوم بذلك على المستوى المؤسسي الوطني والدولي وأنا فعلا سعدت التعاون مع حكومة جزيكستان ومع المؤسسات الخاصة والرسمية كخزاق ومن والجامعة الوطنية بالإضافة إلى وزارة التربية وجامعة خاروق وجامعة وسط آسيا أي العمل مع كل هذه الفعاليات حول تدريبات لا تتعلق فقط بوسائل استحداث المعرفة والجوانب البداغوجية بل أيضا طرح الأسئلة المتعلقة بالانحيازات الممكنة ودائما محاولة الحصول على أفكار الأفراد المحليين تحدث عن تحسين البداغوجيا شكرا سافاروس كل هذه المعلومات مفيدة جدا ننتقل الآن إلى راديكا رسالة سريعة في هذا الإطار شكرا جزيلا إذن سافاروس تحدث عن أمور كسيرة وهذا كنت ما لأقوله بنفسي وأنا أوافق بأن المعرفة ليست ثابتة وهي ليست ملك أحد بل هي ملك مجموعات تعطيها شرعية وهي جماعة تعطي إذن شرعية لهذه المعلومات مات وجمهور يقبل هذه المعرفة إذن هي غير سابتة تستند إلى المصادر وعدم مشاركتها يعني بأنها سوف تموت وبالتالي عندما نتحدث أو نطرح السؤال أي لمن يتعود هذه المعرفة أعتقد بأن هذا سؤال فارغ أمام كل التحديات التي نجوها فالهدف هو أن نأتي بأفراد جدد بأفكار وأفراد جدد وعدم استثناء الأفراد من إمكانية الوصول إلى المعرفة وأنا أعتقد أنه علينا أن نتوخى الحذر الشديد في ما يريده الجنوب ما يحتاج إليه الجنوب وعدم اعتبار فترة ما قبل استعمار فترة تهبية وأعتقد أنه علينا أن نفكر في طموحاتنا في ما نريد أن نحققه وفعلا أن نتحدث عن هذه الفكرة وهي بأن إمكانيات الوصول إلى معرفة الغرب تسمح للأفراد بأن يكونوا أكثر قوة وأكثر سلطة ودائما توخي الحذر لدى فعلا تحديد ما هي المراحل الجيدة من هذا المسار تحديد إطار عمل للمعرفة أيضا مهم جدا لكي نتمكن من أن نفهم كيف نضع المفاهيم خاصة المفاهيم المتعلقة بطموحاتنا في الجنوب هناك ما يتحدث عن فترة ما بعد الاستعمار في أفريقيا وهذا مرتبط بالأمل الجديد المتعلق بابتكار هذه الشعوب وعدم وضعها دائما في القالب الاستعماري وأنا أمضيت فترة طويلة جدا أنتقد دكاء الاصطناعي لكن البيانات ودكاء الاصطناعي وهذه التكنولوجيا المشتركة قد تفسح المجال لإمكانيات كثيرة لا أعرف الكثير عن هذا الموضوع لكنني كنت أقرأ عن البنية التحتية للبيانات في الهند والموارد الإلكترونية تعتبر متاحة للجمهور ويمكن الوصول إليها بالإضافة إلى تركيبة البنية التحتية الهندسية التعليمية تسمح هذه البنية لأفراد من مؤسسات مختلفة التعاون والقيام بعمل مثير للاهتمام إذن لا أعرف إن كان الهدف هو فعلا إحداث الفرق لكن أعتقد أن هنا الزكاء الاصطناعي فعلا يعمل بشكل جيد جدا وهناك مفهوم أطلقه أحد الفلاسفة الألمان وهو بأن يكون هناك دائما تفاعل أن نتحدث وأن يسمعنا أحد وبالتالي هذا أساس لأن هذا ضروري لكي نجمع الأفكار وهذا ما نراه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التلفزيون في بعض الأحيان في البرامج الحوارية السياسية نرى أن ما من حوار جيد أن الأفراد لا يريدون التواصل فعلا وأن يصغي فعلا لبعضهم البعض إذن الأساس هو أن تستحدث هذه الأدوات التكنولوجية الجديدة فسحة للمزيد من التبادل ونحن بحاجة لهذه البناء لهذه التركيبات لكي فعلا نحدد المسئوليات للوصول إلى تبادل مسئول للمعرفة والابتكار والتعلم شكرا جزيلا راديكا والآن نصل إلى جلسة الأسئلة والأجوبة حيث باستطاعتكم أن تصفيدوا أكثر في أجوب باتكم خصي إلويس هل من أسئلة طرحت؟ نعم عندنا أسئلة عديدة أحاول أن أولفها وأن أجمعها وهذا صعب لكن هناك أسئلة متعلقة بدور الشمال ديفيد فروس من شبكة أكسمال اعتبر أنه علينا أن نقيم إنتاج المعرفة من الشمال خاصة وأن في بعض الأحيان ذلك يحبط من عزيمة الآخرين لأنهم يستبعدون لأنهم لا يعرفون لعب هذه اللعبة الأكاديمية وأنا بوا من غانا أيضاً اعتبرت أن هناك فوقية للتدريب من مؤسسات تدريب الشمال بالإضافة إلى التمويل الذي يأتي من الشمال وهو موجه نحو الشمال وكيفية إحداث التغيير في موازين القوى إذن يمكننا أن نبدأ بالإجابة إلى هذه السلسلة من الأسئلة وبعدها ننتقل إلى مجموعة أخرى من أسئلة أخرى مرتبطة بموضوع آخر إذن إجابات سريعة من قبل المتحدثين سعجيد إذن هذا السؤال للشمال أنا في موقع مختلف جداً لكن ربما يمكنني أن أتشارك معكم مثال متعلق برخصة التعليم في باكستان وهو ما استحدثناه أخيراً أشارككم الرابط لكي تتمكنوا من معرفة المزيد ما نحتاج إليه هو حوار بين علماء الشمال وعلماء الجنوب وفي حال نكرتم على الرابط يمكن أن نرى كيف أنه باستطاعتنا فعلاً أن نحدث مساوات على مستوى المعرفة ما نحتاج إليه هو فعلاً أن نتشارك مع الآخر ومن الأمثلة التي ذكرتها مثال التعاون مع العلماء من الشمال والخبراء ومحاولة إيجاد ومحاولة أن يكون علماء وخبراء الجنوب هم من يحل المشكلة والتواصل مع علماء الشمال وعلينا أن لا ننسى أن أفراد مثل راديكا وغيتا وغيرهم يعملون في الشمال لكن هم من الجنوب وبالتالي فإن الشمال غير متجانس كما نحن يخيل إلينا وبالتالي فإن هذا الحوار سوف يكون مهم جداً ومفيد جداً إذن هذه هي فكرتي يمكننا أن نتعلم لعب اللعبة الأكاديمية لكن يجب أن تكون هذه اللعبة مستندة إلى تقديم الحلول والمعلومات إذن سوف أضع مرة جديدة الرابط في صندوق الدردش شكراً ساجد كوليكا هل أجبتي أيضاً على السؤال من وجهة نظرك كممثلة عن الحكومة شكراً أعتقد أنه علينا أن نغير منحة النقاش كشركاء تنمية يحاولون أن يحدد سياساتنا التعليمية وأحياناً علينا أن ننظر إلى قدرة الأشخاص في الجنوب العالمي لأنه أحياناً لا يمكنهم أن يأتوا بالمعرفة المحلية إلى السياسات التعليمية ولكن في المعرفة المحلية مثلاً فيما يتعلق بالخطاب الجندري في الواقع في كمبوديا لدينا مدونة سلوك للنساء وهناك الكثير من المعارف التي تأتي من مدونة السلوك هذه ولكن بما أن المنحين يحاولون أن يأتوا بالمنظار الغربي والخطاب الغربي إلى كمبوديا لهذا فأن خطابنا أو هذا الخطاب لا يكون مثلاً للخطاب المحلي وعادة ما يكون الأثر هو أنه لا يمكننا أن نعالج التفاوضات الجندرية في كمبوديا لذلك علينا أن نعيد التفكير بالخطاب المستخدم في هذه الحالة وعلينا أن نعيد الإتيان بمعرفنا المحلية إلى السياسات التعليمية هذا ما ودت أن تشطره معكم شكراً لك ربما جوزيلويز لديك أي سئلة إضافية هناك سؤالان إضافيان السؤال الثاني هو يتعلق بالتهميش بعض طرق المعارف كما قالت رديكا في مدخلاتها الأولى لدينا ندا كنزة أيضاً من لبنان تذكروا مثال المعارف المهمة من خلال كتب الأكاديمية ومن خلال كتب التانوية وغيرها إضافة إلى النصوص التي تتعلق بالثقافات الغربية وغيرها أيضاً كلاوديا من بوليفيا تحدثت عن صعوبة الاتيان بالمعارف التقليدية إلى العالم الأكاديمي وإلى حيزات أخرى حيث أن التعليم هو ممأسس وهذا تحدي نواجهه كيف لنا أن نتخطى ذلك؟ أعتقد أنه لدينا طريقتان للتفكير بهذه المسألة أولاً نفكر بأنه يجب أن يكون هناك جهود تبذل وهناك وضع أيضاً فيه جهات رابحة هناك الكثير من الجنوب في الشمال ولكثير من الشمال في الجنوب كيف يمكننا أن نجعل من هذه حالات فعلاً تضغف فيها المعارف؟ يعني كيف يمكن مأسسة المعارف بشكل أكبر وكيف يمكن إدخالها في الحياة الأكاديمية وفي الحياة السياستية يعني علينا أن نفكر بمختلف الحلول في هذا المجال هل هناك من ردود فعل أو أسئلة راديكا؟ هل تودين أن تتدخلي في هذه المرحلة؟ أعتقد أن ما حدث في الواقع مشدداً مع التكنولوجيا أنا أعرف أن هناك ربما عدم أو هناك تحيز وهناك أيضاً امكانيات كبيرة للترجمة أصبحت الترجمة أسهل بكثير الآن مع ذكاء الاصطناعي لذلك فأن فكرة أن الأمر يتطلب ربما كتباً مدرسية وإتاحة مواد عالية الجودة بلغة قابلة للنفاذ هي مسألة أيضاً حساسة ويجب إعادة التأطير ضمن سياقات محلية وهذا يجب أن يكون أسهل بكثير من السابق عندما كنت طفلة وحتى في وقت لاحق ما كان يحدث هو أن الأشخاص كانوا يجحنون الكتب المدرسية إلى الجنوب من خلال الهبات والآن ما عاد علينا أن نقوم بذلك لأن العلام الرقمي بالأحرى أصبح طاغياً الآن بالطبع هذا ليس متاحاً للجميع وليس للجميع نفاذ إلى الموارد الرقمية لذلك فإن عدم المستوىات هذا سوف يستمر حتى وإن خفض في وقت لاحق كنت أفكر أيضاً بمسائل على المستوى العالمي يسمى بذلك الاتلاف العالمي للتعليم حيث أن اليونسكو مع أكثر من 200 شركة تضم فيسبوك ومايكروسوفت وهواوي والكثير من الشركات هي جميعها تقود الإصلاحات التعليمية حول العالم وأرى ذلك فعلاً استثنائياً ربما مع هذه القوة العالمية يمكننا أن أو بالأحرى مع وجود هذه القوة العالمية كيف لنا أن نناضل من أجل معارف أكثر إنصافاً وكيف لنا لا نمسح بوجود هذه القوة العالمية هذا فعلاً يبهرني حيث أنه قد تم ابتكار ما يسمى بالتعاون في مجال التحويل الرقمي وهناك إرادة بدعوة مختلف المناطق في الجنوب لأن تصبحها رقمية مع وجود ابتكارات وهيكليات مبتكرة وموارد مهيكلة إذن أعتقد أن بعض هذه المسائل هي مقلقة عندما نفكر فيها لا أدري إذا كان سوف يتم تمكن من استخدام الموارد القيام بأمور أخرى لا أعرف ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر سهل نضيف هذا السؤال الأخير ونعود إلى سافرس ربما وهذا ربما يعود بنا إلى مقالات راديكا إذن كنت تسأل ما إذا كان أدكاء الاصطناعي يعيد إنتاج ما هو موجود أصلاً على الويب وهي معارف أصلاً من الشمال أم ما إذا كان أدكاء الاصطناعي يحاول أن يخفض أوجه نعدام المساواة إذن هل أدكاء الاصطناعي يعزز أوجه نعدام المساواة في المعارف أم يخفضها فإذن هل لديكم أي إجابات يمكنكم أعطاؤها نبدأ بسافرس ربما شكراً جزيلاً جوزي لويس اسمح لي أن أجيب بشكل سريع على السؤال السابق فيما يتعلق بما علينا فعله بشأن وجهات النظر المحلية وإلى ما هناك أنا أوافق على أن هناك الكثير من المصادر والكثير من الأعمال التي تحدث حول العالم وما نحتاج إليه هي نقاشات مهمة ومفتوحة لذلك فأن السياق هو مهم للغاية للمستشارين الدوليين حتى يفهموا سياق المحليين وحتى تمكن المحليون من فهم السياق الدوليين ويجب أن يكون هناك نقاشات باستخدام الكثير من المعايير المختلفة ليس فقط المعايير الأكاديمية وإنما أيضا معايير أخرى لنحكم حول نوع التعليم الذي يجب اعتمادهم هذا أولاً وفيما يتعلق بذكاء الاصطناعي أعتقد أنها مسألة جديدة بالنسبة إلينا جميعاً ولكن يمكننا أن ننظر إليها بطريقتين الطريقة الأولى هي أنه يمكن أن نعتبرها أداة أخرى للغرب ليعزز طغيانه ولكن يمكن أن ننظر إلى ذكاء الاصطناعي على أنه عامل بناء اجتماعي يمكن استخدامه من جانب الأشخاص لفائدتهم الخاصة وربما يمكن استخدام هذا ذكاء الاصطناعي لتعزيز وجهة النظر والمعارف والحلول وإلى ما هنالك لذلك فأن السؤال فيما يتعلق بذكاء الاصطناعي يصبح سؤالاً يتعلق بالأخلاقيات والنزاهة وإلى ما هنالك ولكن أعتقد أنه تماماً كأي شيء آخر وكالتعليم في المجتمعات التعليم هو عامل بناء اجتماعي وذكاء الاصطناعي هو عامل بناء اجتماعي يمكن استخدامه لأغراض مختلفة شكراً شكراً سافاروس الموضوع ملهم للجميع والأسئلة تستمر في التدفق ولكن الآن نختتم مع الملاحظات الختمية مع جوز الويس ومع مرأ شكراً جزيلاً وشكراً على هذا النقاش الغني بين المتحدثين وشكراً على كل هذه الأسئلة المهمة جداً في صندوق الدردشة شكراً شكراً راشا أيضاً على تيسيرك هذه الجلسة نوراك كما قلت تفخروا في استضافة هذه المبادلة ولدينا أيضاً عمل آخر قد يهمكم ولكن يمكنكم أن تجدوه على موقعنا الإلكتروني وأنا أدعوكم بأن تتسجلوا على الموقع الإلكتروني لـ Southnose وأيضاً لدينا حدث جانبي سوف يعقد في لوقت عينه مع المنتدى اللاجئين العالمي الأسبوع المقبل وسوف يكون هذا أيضاً على الإنترنت وفيرونيكا قد أضافت الرابط للتسجيل إذن إطلاق مبادرات حول المعلمين والأساتذة وأهمية المعلمين والأساتذة في تحقيق أي نوع من أنواع المحاصلات التعليمية وسوف يسرنا أن نراكم في هذه الفعالية وفي أي فعاليات أخرى شكراً جزيلاً لكم جميعاً رزالويس شكراً مورا وقبل أن نختم بعض النقاط هنا أولاً أود أن أشكرك مورا لأنك عقاة شاركة معنا من نسبة على هذه الفعالية أشكرك أيضاً المتحدثين في طاولة المستديرة رديكا ساجيك تفاروس شكراً على تشاطركم كل هذه الأفكار حول هذه المواضيع نحن نعرف جد لأعمالكم الحافل وشكراً على انتمامكم إلينا نحن ممتنون لكم ومطبع المشاركون ممتنون لمشاركتكم أشكر أيضاً الترجمة أشكر الفريق من كيكسي ومن نوراك لإتاحة هذه الفعالية أشكر أيضاً جي بي وعيد أرسي نحن ندعم كل العمل التي يتم القيام به نحن نتحدث عن تعزيز المعارف والإنصاف في المجالات المعرفية والتعليمية وكما رأينا اليوم للتوصل إلى الإنصاف في المعارف أو في التعليم يجب علينا أن نعزز الإنصاف والمساواة في المعارف وفي الممارسات التعليمية سوف نستمر في استخدام الإثباتات البحثية للتخطيط والأسبوع المقبل في الثالث عشر من ديسمبر عند ساعة الثانية عشر بتوقيت جناف سوف يكون لدينا نسخة ثانية من ورشة عملنا التي سوف تركز على كتابة المنح والهبات لهذا نوع من المشاريع وستكون ورشة عمل لمدة ساعتين يقودها فريقنا لبناء المعارف وبناء المهارات وتشاطر الخبرات والتجارب حول كيفية كتابة وصياغة طلبات ناجحة للبحوث التطبيقية نذكركم أيضا بأن جي بي إي كيكس لديهما نادتين تعليمياتين حول التعلم المبكر والتعليم والمهلة أنهائية هي بحلول الخامس عشر من يناير وسوف ترون كل التفاصيل في الموقع الإلكتروني إضافة إلى النداءات فيما يتعلق بالأبحاث لكيكس سوف نتشاطرها في صندوق الدرداشة نودوا أيضا أن أسمع رأيكم بشأن الحلقة البحثية هذه ما التي نجح فيها وما الذي لم ينجح تشاطر أفكاركم معنا في صندوق الدرداشة شكرا جزيلا نتطلع إلى أن نراكم مع ما قريب شكرا جزيلا لكم إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة